أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لقاءه مع مستشار النمسا كارلاني هامر كان بمثابة فرصة جيدة لتشاوري وتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي بقصر الاتحادية أشار الرئيس السيسي إلى أن اللقاء تناول استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين لافتا إلى الحرص على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملافات الإقليمية المهمة ومن بينها تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان ولقد تناولنا في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغزاء عالميا وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نموا وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة ولقد أوضحت للمستشار نهايمر أن مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء استراع في أقرب فرصة حرست كذلك خلالي مباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبزلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق ترجمة نانسي قنقر